طيب مرحلة قبل وصول الحجاج هناك حجر منزلي لمدة سبعة أيام وهو الآن قد بدأ وينفذ حاليا والأخوان في وزارة الصحة يشرفون على ذلك ويتابعون حالة الحجاج في منازلهم بعد ذلك سوف تبدأ عملية الحجر الثانية وهي الحجر المؤسسي في الفنادق المخصصة للحجاج في مكة المكرمة وهي جاهزة لاستقبالهم تماما بعد استكمالهم إن شاء الله في صباح اليوم الثامن سوف تنطلق عملية يوم التروية بإذن الله تعالى ثم بعد أداء الحجاج لكامل رحلة الحج سوف يعودون إن شاء الله تعالى إلى منازلهم لبدأ عملية الحجر المنزلي مرة أخرى سبعة أيام بالطبع بمتابعة من قبل وزارة الصحة